مرحبا مشاهدين هذه أهم عنوين أخبار اليوم بنعطية يلجأ للقضاء بسبب المغرب عزد ناحي حاكيم يتعرض لهجوم قوي أياما قليلة على أول مباراة للمنتخب المغربي في الأولمبياد إدارة واستهام يونايتد تكشف المبلغ المطلوبة مقابل باعنا في أكرد هذا الصيف والآن إلى تفاصيل لكن من قبل لما تنساش انترجم الفيديو تشترك في القناة تدفع على زر الجرس باش توصلك انتلو والآخر الأخبار يستعد المستشار الفني لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسية والنجم المغربي السابق المهدي بناتيا يستعد لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض المواقع التي روجت لخبر مفاده أنه أرغم مواطن وعدد أنحي البالغ من العمر 24 سنة على مغادرة نادي أولمبيك مارسيليا حيث زعم تلك المواقع أن بناتيا أهدد أنحي بأنه لن يخد أي مباراة في الموسم الجديد إذا أصر على البقاء وكشف مقوع أفريكا فوتا الفرنسية أن المهدي بناتيا عبر عن السيائه من الشائعات التي انتشرت في الفترة الأخيرة ووجه محاميها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرويجي هذه الأخبار متابرا أنها لا أسس لها من الصحة خاصة بعدما تزايد هذه الشائعات بشكل كبير بعد تلقي عز الأنحي لعروض من نادي سد القطري ونادي الاتفاق السعودي ومن جهته يعتقد أنحي أن الوقت لم يحن بعد للانتقال إلى البطولة الخالجية خاصة أن عمره لم يتجاوز 24 سنة واتخذ هذا القرار بعد استشارة الاتحاد المغربي لكرة القدم ولسيام المدرب والد راكركي الذي نصحه بالبقاء في أوروبا لتطوير موهبته وتحسين مستواها حتى يتمكن المتخب المغربي من الاستفادة من مهاراته في المستقبل ومن جهتها أفادت صحيفة لكيبا الفرنسية بأن النادي أولمبيك مارسيليا حدد مبلغ 10 ملايين يورو للموافقة على تسريح اللاعب المغربي خاصة أن عقده لا يزال سارع المفعول مع النادي حتى الثلاثين من يونيو 2027 ويشر إلى أن أونحي يلعب بجانب مواطني أمن حارث في صفوف النادي الفرنسي وهو ما يعزز من أهمية الحفاظ عليه في الفريق وأتات هذه التحركات في وقت يسعى فيه بناتيا لتعزيز استقرار الفريق وتحقيق أداء متميز في الموسم القادم وبالرغم من التحديات التي يواجه أونحي إلا أنه يبدو مصمما على البقاء في أوروبا ومواصلة تطوير مسيرته الاحترافية مما يشير إلى تزامه بتحقيق أهدفه الكروية على المدى الطويل تعرض عشرف حاكم نجم فارق باريسان جرمان والمنتخب المغربية لموجة انتقادات حادة من قبل الجماهير المغربية وذلك نتيجة إصراره على تنفيذ ضربات الجزاء مع المنتخب الوطني الأولمبي المغربية رغم سجله الضعيف في تحويلها إلى أهداف وأثار حاكم غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أهدر ضربتي جزاء في آخر مباراة ودية للمنتخب الأولمبي ضد فريق فرنسي في آخر مباراة ودية للمنتخب الأولمبي ضد فريق فرنسي ويأتي هذا الغضب في وقت حساس مع اقتراب موعد أولمبيا لباريس ويذكر أن حاكمي قد أهدر سابقا دربتي جزاء حاسمتين الأولى كانت ضد تنزانيا خلال تصفيات كاس العالم 2026 والثانية ضد جنوب إفريقيا في ثمن نهاي كاس الأم الأفريقية الأخيرة التي قيمت في سحل العش ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي عبر العديد من عشاق كرة القدم المغربية عن السيائهم مطالبين المدرب الوطني طريق الستوي بمعنى حاكيم من تنفيذ ضربات الجزاء وشدد على ضرورة منح الفرصة للعبين آخرين يتمتعون بكفاءة أعلى في هذا المجال مثل سوفيان رحمي ويأتي هذا الانتقاد في وقت يسعى فيه المنتخب المغربي لتحقيق أداء مشرف في أولمبيا دي باريس ويشير المحللون الرياضيون إلى أن فعالية تنفيذ ضربات الجزاء تعتبر جزءا حاسما في تحديد نتائج المباريات وبالتالي فإن توجيه هذه المهمة للعبين الأكثر كفاءة قد يسهم في تحسين فرص المنتخب وتعكس هذه الانتقادات حالة من القلق بين الجماهير التي تأمل في رؤية المنتخب المغربي تفوق في البطولة الدولية ويرى البعض أن توجيه ضربات الجزاء لحاكمي قد يكون مخاطرة كبيرة نظرا لسجله السابق في إهدارها لذا يطالب المشجعون بتغييرات تضمن استخدام مهارات اللاعبين بالشكل الأمثل لتحقيق أفضل النتائج الممكنة في المباريات المقبلة وفي النهاية يبقى القرار بيد المدرب الوطني تاريخ السكتوي الذي يتعين عليه الموازنة بين خبرة حكيم وأداء اللاعبين الأخارين لاتخاذ القرار الذي يصب في مصلحات المنتخب حدد نادي ويستام يوناتا الانجليزي لكرة القدم سعر بيع لعبه الدولي المغربي نيف أكراد للأندية الراغبة في التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحسب موقع تيمتالك فإن ويستام يوناتا قد حدد سعر بيع نيف أكراد بقيمة 30 مليون جنيه استرلينية وهو ما يعادل أكثر من 35 مليون يورو ويعتبر هذا المبلغ تقريبا هو نفس المبلغ الذي دفعه النادي اللندونية لنادي السادرين الفرنسي عندما تعاقد مع أكراد قبل عامين وأشار ذات المصدر إلى أنه لم تجر أي محادثات رسمية حتى الآن بين الأندية السعودية الراغبة في التعاقد مع نيف أكراد ومسؤول ويستام ومع ذلك تواصل بعض المسؤولين مع محيط اللاعب ووجدوا شعورا إيجابيا حول إمكانية إتمام السفقة خلال هذا الصيف ويذكر أن نيف أكراد شارك مع ويستام يوناتا في 28 مباراة في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي حيث سجل هدفين وقدمت مريعة حاسمة واحدة ويمتد عقده الحالي مع الفريق الإنجليزية حتى صيف عام 2027 مما يجعله أحد ركائز الأساسية في تشكيلة الفريق وتجدر الإشارة إلى أن الأداء المتميز لأكراد مع ويستام يوناتا جعله هدفا للعديد من الأنتياء خاصة من الدوري السعودي الذي يسعى لتعزين صفوفه بلاعبين ذوي خبرة دولية ويتوقع أن يكون هناك تنفس قوي على ضم اللاعب المغربي في الأيام القادمة وفي ظل هذه التطورات يبقى السؤال حول ما إذا كان واستعم سيوافق على بيع أكراد بهذا السعر أم سيحتفظ به للمواسم القادمة نظرا لأهميته في التشكيلة ومن المؤكد أن الأسابيع المقبلة ستكشف عن مزيد من التفاصيل حول مستقبل نيف أكراد وإمكانية انتقاله إلى نار جديد خلال فترة الانتقالة الصيفية ويعتبر نيف أكراد من اللاعبين البارزين في الدورية الانجليسية حيث تمكن من ثبات جدارته وأهميته مع واستعم يوناتد خلال الموسم الماضي إذ أن أداءه المتميز جعلهم حتى أنظار العديد من الأندية الكبرى ليس فقط في الدورية الانجليسية الممتازة بل أيضا في الدورية الأوروبية الكبرى وكذلك في الدورية السعودية الذي يسعى لتعزين صفوفه بلاعبين ذوي خبرة وكفاءة هذا وتبدي العديد من الأندية السعودية اهتماما كبيرا بضام نيف أكراد لتعزيز خطوطها الدفاعية خاصة بعد الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب مع واستعم ومع منتخب بلاده وهذا الاهتمام يعكس قيمة اللاعب وأهمية دوره في أي فريق ينضم إليها ومن جهة أخرى تعد هذه الخطوة فرصة مهمة لنيف أكراد للتفكير في مستقبله الرياضية والبحث عن تحديات جديدة سواء كان ذلك بالاستمرار في الدورية الانجليسية الممتاز أو الانتقال إلى دوري آخر ويبقى القرار نهائي بيد اللاعب وإدارة واستهم والذين سيتعين عليهم النظر في العروض المقدمة وتحديد الأفضل لمصلحة اللاعب والنادي اشتركوا في القناة